موضوعنا النهاردة جالنا أو سؤالنا كانت أم بتقول أنا ابني عنده سنتين ولسه رايح الحضانة يعني مبدئيا كده هي ملتزمة بالموعد الممتاز يعني لسه رايح الحضانة بقاله أسبوع وكل يوم بيروح الصبح بيعيط يعني لما بيجوا الصبح بيعشان يروح لما بيوصلوا عند الحضانة بيعوضوا يعيط ما بيبقاش راضي يدخل وأول لما بيشوف الحضانة حتى لو من بعيد بيبتدي برضو يستمر في العياد وهم في الحضانة مش بيرضوا يدخلوني معاه وبيقولولي هيسكت بعد ما يدخل سؤال بقى الأم هل ده غلط عليه نفسيا ولا لا قبل ما نتكلم عن الغلط النفسي على الطفل عايز أشرح لحضراتكم وطبعا لحضرتك الأم صاحبة السؤال يعني الخطأ اللي بتعمله الحضانة هنا الحضانة هنا بتعمل خطأ؟ آه طبعا بتعمل خطأ مبدئيا كده يا جماعة عايز أشرح لكم في البداية برضو حاجة اسمها اضطراب الانفصال يعني ايه اضطراب الانفصال؟ بمنتهى الهدوء كده والسلاسة اضطراب الانفصال ده حالة أنه الأطفال كلها تقريبا كلها تقريبا هقولكو يعني فيه حتى ناس يقولوا ايه لأ فيه نسبة ممكن ما يمروش بالحكاية دي لأ بيمروا بس بشكل تاني بيحسوا بالتوتر لما بينفصلوا عن أهلهم الأم والأب وتحديدا هنا الأم لفترة من الوقت وده في التجارب الأولى على سبيل المثال يعني لو مثلا حضرتك أنت وزوجك وابنك أو بنتك بتزوروا مثلا مامتكو أو بتزوروا يعني بتزوروا مامتك أو بتزوروا مامة الزوج أو حتى بتزوري أختك وهكذا واستدعى الأمر مثلا أنك نسيته حاجة في شنطة العربية أو أنك نزلتي أو اختفتي من قدام الطفل شوي يوم الطفل يشعر بالتوتر ده على سبيل المثال يعني أو أنك سبتي طفلك أو طفلتك مثلا عند والدتك وكان مثلا أمر يستدعي أنك مثلا تعملي مشوار أو حاجة زي كده الطفل يشعر بالتوتر أنا بقول أمثلة يعني وفيه طبعا أطفال بيشعروا بالتوتر ده منهم حتى جوة البيت يعني الأم تبقى جوة البيت يعني أنك مثلا سبتي الأوضة اللي فيها الطفل مثلا وروحتي تعملي حاجة في المطبخ أو في أي مكان تاني في البيت يشعر بالتوتر ويبتدي أنه يصدر أي علامات تدل على هذا التوتر زي البكاء أو السريخ أو الصوت اللي هو يدل على انزعاج الطفل وهكذا كل هذه الأشكال وغيرها يعني أنا قلت دي على سبيل المثال اسمها أو تندرك تحت اسم اسمه اضطراب الانفصال يبقى الطراب الانفصال ده هو حالة نفسية مؤقتة مؤقتة يشعر فيها الطفل أو الطفلة ببعض الانزعاج نتيجة غياب الأبوين وتحديدا الأم زي ما اتفقنا تمام طيب مبدئيا كده الحالة دي حالة مرضية لا هي مش مرضية هي حالة نفسية زي ما قلت أو شعورية يعني ثانيا هي بتكمل؟ لا مش بتكمل لأن الطفل كل ما بينضج وكل ما بيكبر في العمر بيبتدي يفهم أن الأب والأم دي حتى لو اختفوا هما موجودين برضو بس هيظهروا تاني بعد فترة من الوقت يعني بيبتدي هو عقله يستوعب الحكاية دي طيب بتحصل الأطفال في أي عمر؟ بتحصل الأطفال في كل الأعمار بس بتكون ظهرة قوي من بعد نهاية السنة الأولى وده نتيجة نمو الوعي عند الطفل يعني قبل كده مبقاش مركز قوي طبعا مركز في ممت وكل حاجة بس مش مركز قوي أن هي موجودة ولا مش موجودة للفترة دي هو عارف أنه هو هيلاقيها لما بيعيط أو حاجة زي كده إنما كل ما بيكبر كل ما بيبتدي يركز أكتر فبيتملكوا بعض الشعور أو بعض الخوف أن هي مثلا تبقى بعيدة عنه أو كده زي ما قلنا دي حالة مش مقلقة خالص وبتختفي مع الوقت بتظهر الأطفال قولنا بعد السن سنة وأحيانا بعد كده يعني بتكون زروتها لما الطفل يتم سنة وبتظهر تاني في الأحوال بقى اللي زي أحوال السؤال بتاعنا اللي هو فكرة بقى أنه العكس اللي حصل مش أن الطفل في مكان هو يألفه أو هو عرفه سواء بيته أو بيت جدته أو وهكذا لا ده الطفل بقى شخصيا هو اللي بينتقل لمكان جديد اللي هي هنا في حالتنا هنا الحضانة ومامته هي اللي بتمشي فبيبتدي هنا بقى التراب الانفصال ياخد شكل أكثر وضوحا تمام كده؟ طيب يبقى أنا كده شرحت لكم يعني إيه التراب الانفصال وهتفهموا حالا دلوقتي أنا ليه بدأت إجابتي بشرح موضوع التراب الانفصال المفروض هنا في موقف الحضانة إيه اللي يتعمل علشان نتغلب على التراب الانفصال؟ أيوة ما هو الطفل إحنا إحنا هنا بقى مش بنضرب مثل إحنا هنا بنقر أمر واقع إن الطفل لما مامته بتاخده الحضانة زي ما هي بتقول كده في سؤال حتى لما بيشوف الحضانة من بعيد يبتدي يعيط ليه؟ لأنه خلاص في عقله الداخلي وعقله الواعي عارف إن مامته هتمشي فبيبتدي خافة يبتدي يعبر عن خوف ولما يوصلوا عند الحضانة يعيط أكتر الحضانة بتقول لها اتفضلي حضرتك امشي وهو هيسكت بعد كده طيب إحنا وإنا قلت في بداية إجابتي إن ده تصرف خاطئ طيب المفروض الحضانة تعمل إيه؟ علشان نتغلب على قلق الانفصال ده مبدئيا كده وبدون أي تجميل الكلام لابد من دخول الأم الجوة الحضانة هتقولي لي الله طيب المسؤولين في الحضانات بيبقى عندهم خوف طبعا خوف من إيه بقى؟ من رد فعل باقي الأطفال يخافوا يقولوا إيه الله طيب ما إحنا كده لو سمحنا لمامة مثلا عمر ولا مامة سيف ولا مامة يامن ولا أي طفل أو طفلة أو مامة تالين أو أي حد طيب ما كده بقيت الأطفال هيتوتروا لأنه روش معنى فلان ده أو فلان دي الأطفال هم اللي هيقولوا في عقلهم يعني قاعدوا معا مامته وإحنا مش معناش بقى مامتنا أو كده هنا أنا بطمنكم كمسؤولين في الحضانات إن ده أمر يستوجب عند الطفل أو بيحصل عند الطفل مجرد ملاحظة الطفل ما بيقفش عنده كتير يعني إيه؟ لأن الأطفال اللي في الحضانة أصلا اللي سبقوا طفلك أو طفلتك بقالهم فترة في الحضانة وفي حال كان حد عنده نفس التجربة أو تجربة مشابهة بيسمح للأم برضو إنها تدخل الحضانة خلاص؟ لكن هنا دخول الأم يعني دخول الأم هنا مع الطفل في المكان الجديد عليه تماما ده أمر ضروري يعني بالواضحة هو الصريح ما ينفعش الحضانة تقولك لا مش هينفع حضرتك تدخلي هقولك دلوقتي إيه النظام بقى اللي بيحكم دخولك الفترة اللي بتقضيها وكم يوم وهكذا لكن من حيث المبدأ ما ينفعش الحضانة أنا بقولك وهو تقولك ممنوع حضرتك النظام عندنا إن حضرتك بتمشي يبقى هم كده مش فاهمين يعني إيه اضطراب الانفصال وكل الحضانات المحترمة في مصر وفي الدول العربية كل الحضانات وطبعا في البلاد الأخرى بس أنا بقولك يعني كل الحضانات المفروض القائمين عليها واللي بيشتغلوا فيها بيكون عندهم المبادئ الأولية للتعامل السلوكي السليم والنفسي مع الأطفال فمفترض أو من المؤكد يعني إن هم عارفين يعني إيه اضطراب الانفصال لأنا قلته ده فبالتالي لازم يسمحوا بوجود الأم في حال كانت التجربة جديدة على الطفل جديدة خالص تمام كده طيب إيه اللي بيحصل بعد كده بقى يعني نفترض هنا إن الحضانة قالتلك أهوكيد فضالي أو هي اللي بتعرض على فكرة المفروض هم اللي يعرضوا هم اللي يقولولك على فكرة في أول فترة كده حديك هتدخلي معا هالموضوع بقى المرافقة دي اللي هي مرافقة الأم للطفل بيفضل على طول الإجابة أكيد لا الموضوع ده بيكون متناقص يعني إيه يعني في أول تلات أيام مثلا أول تلات أيام الأم بتفضل قاعدة طول الوقت خلاص يعني طول وقت الطفل موجود في الحضانة الأم بتبقى قاعدة في مكان الأكل الأم بتبقى قاعدة دخلوا مكان اللي احنا بسميه كلاس أو المكان اللي بيلعبوا فيه الأم قاعدة في أول تلات أيام قاعدة طول الوقت ومش لازم الطفل على فكرة يكمل الفترة كلها في الأيام دي يعني لو الحضانة دي مثلا بتفتح من الساعة 8 وبتخلص الساعة 3 أو بتخلص الساعة 4 مش لازم الطفل بيضل الساعة 4 لا ممكن حديك تمشو الساعة 12 تمشو الساعة 1 أنا بقول لكم إيه في أول تلات أيام طيب بعد كده إيه اللي بيحصل يعني بعد التلات أيام دول شفتوا بقى أن الموضوع مش مطلق لا ده أول تلات أيام وهو بس بعد كده إيه اللي بيحصل بعد كده الأم بتدخل الطفل لحد جوه الحضانة خلاص يعني بتدخله هي شخصيا لحد جوه الحضانة يعني مش مثلا مش بتسلمه بقى على الباب لحد من المشرفين أو لا بتدخل معاه برضو جوه الحضانة لمنطقة الاستقبال أو الريسبشن وبتفضل هي موجودة يعني بتفضل موجودة يعني زي ما بقول لكم وهو قاعدة في الريسبشن أو قاعدة في منطقة الاستقبال أو قاعدة في المدخل بتاع الحضانة اللي هو الأنتريل اللي هو بيبقى موجود مكان الانتظار خلاص والطفل بقى بيدخل يندمج في بقية أنشطة الحضانة عادي خالص بس لما الطفل بيحس بالقلق نتيجة عدم رؤيته لمامته بيقدر يشوفها على طول بيقدر يشوفها على طول يعني أول ما يبتدي كده زي ما احنا بنقول باللغة الدرجة يزمزق ها يا حبيب أين هو تروح موجود تظهري وقبل ما يدخل في نوبة غير مطلوبة من البكاء يعني أول ما القائمين يشعروا بقى أن الطفل ابتدى يتوتر لا لا ليه انت مالك زعلان ليه ده ماما هيه يا ماما تعالي تروح ماما ظهرة لأنها موجودة زي ما قلنا في الريسبشن وحتى إذا الطفل ما عيطش فعالأقل لما الطفل بيتحرك من مكان للتاني داخل الحضانة يعني مثلا كانوا موجودين في المكان ده مثلا في منطقة لعب بعد كده هيروحوا مكان تاني يأكلوا فهم ماشيين بيقدر الطفل هو تلاقيه بيضوء هتلاقيه ممكن يعينه تلقطك أو تشوفك يعني لما الطفل بيتحرك من مكان للتاني داخل الحضانة فهو ممكن يشوف مامته أو إن المشرفين يطمنوا على وجود مامته تمام كده طيب إيه للمفروض يحصل بعد كده بعد كده خلاص يبقى اتفقنا إنه هو بيطمئن الوجود أنت ممكن على فكرة تطمينيه بالصوت آه يعني وانت قاعدة كده بتنادي عليه أو بتكلميه أو بتكلميه أنا طبعا أنا بكلم بصيغة الولد أو البنت يعني تمام يعني وانت قاعدة كده تروحي مناديه على طفلتك أو طفلتك زي بتعملي في البيت واخدين بالكو يعني يا عمر أنا هنا هو يا سيف يا سين أنا موجودة هو حتى لو ما شفكيش بس هو سامع صوتك تمام كده طيب موضوع التواجد داخل الحضانة من غير بقى مرفقة الطفل اللي هي المرحلة التانية المرحلة الأولى إنه زي ما قلنا بتقضي الوقت كله معها بتاخد ثلاثة أيام المرحلة التانية دي بقى بتاخد وقت قد إيه بتاخد وقت أطول شوي يعني مش أطول كتير يعني أسبوع مثلا بعد كده بتبدأ مرحلة ترك الطفل في الحضانة والانصراف منها يعني أنت بقى بتوديه الحضانة وتمشي طيب فيه احتمالين يحصلوا إيه هم الاحتمالين والمفروض نتصرف إزاي في كل احتمال